رضيين أستاذ إبراهيم أمرحب بك طبعا أكيد عايز أخذ رؤيتك لتواجد الجمهور النهاردة استعدادة للمبارة مهمة أمام فريق الترب شوف أنا رؤيتي من الساعة 2 والجمهير كانت لسه مدفت لكن إدارة النادي الأهل النكحة والإعلاميين والناس كلها جوم الناس الساعة 5 دخلوا وكل حوالي 13.11 دخلوا وكان 100 تدريبا عايز أقول أن بكرة التارعة تمشي الساعة 6.07 توصل 11 بطوئة تونس لأننا حضرت 2012 هناك والأهل جاب الكاس ومش بعيد عن نادي الأهل أن يجيب الكاس لأن الأهل عنده اللعبة لكن مفروض الكرة من لمسة واحدة وعدم ضعفة الفرص الحاجة دي طبعا الكابتن حسام العراف معناه مش بعيد ولعبة الأهل يبقى في مواقف كتير خارج مصر وإن شاء الله بإذن الله بمجهودهم وبعقليتهم ومدير فني وجمهير ودعوات المصريين هيحقاب نتيجة كما نتمنى أيضا معاي في هذه اللحظات أستاذ أستاذ خالد العشري طبعا ناقد الرياضي الكبير أستاذ خالد براحب بك في البداية وأكيد يوم كان مهم جدا وعايز أخذ رؤيتك لتواجد الجمهور النهاردة وأيضا رؤيتك لمباراة العودة أمام فريق الترجل بسم الله الرحمن الرحيم أنا كنت عاد في البيت والله عرفت أن الجمهور جاي قمت توضيته البسته ونزلت اللحظات دي أصنع عاشته سنين أكثر من 35 سنة بعاشها بحس بيها بحس بالجمهور وبحس يعني تأثيره على اللعبة في الموقف اللي زادها أنا يعني دايما متفائل مع الناد الأهلي دايما متفائل حتى لو فيه صعوبات بس أنا بعود نفسي أن أنا ما روحش بتفاؤلي قوي علشان لو لقدر الله حصل حاجة ما يبقاش رد فعلي صعب علي بالضبط كده لكن أنا الجمهور ده أتمنى أنه كان حد يسجل فيديو كبير وياخد حسام البدري معاه ويوريه للولاد قبل من ينزور الملعب لأنه أنا أحنا كجمهور ويحن عندين بنتفرج يعني كإعلام أو أشخاص غير الجمهور اللي بياتف أنا كنت أتمنى في اللحظة دي يكون في الملعب يعني الرجل مسن وتعبان ومكسر لكن كنت أتمنى أن يبقى معايا كورة وانزل لعب عندي إحساس يمكن ما يحسوش غير لنزل الملعب ولعب كورة جمهور عظيم أنا أقول لك بدون خجل قلتها قبل كده وبقرارة أنا بعشق جمهور الألترس بعشق فكرته وبعشق روحه العالية وعندي ثقة تم فيه أنه هو إن شاء الله بإذن الله وهو من هنا يعني هيبقى له رد فعلا على لعبة الأهلي أعلى مما يدخل أي حد وبإذن الله ربنا وفق حسام البدري وبنقول له جمهور الأهلي من دلوقتي أجماعة توفيق ما تستعجلوش توفيق واللي عايزه ربنا هيكون مهم نكون نحن حسين أن نحن بنعمل الأعلام شكرا ناحية الإعلامية أكيد شيء مهم جدا أن نحن طبعا نبقى فيه تدعيم إعلامي بالنسبة للنادي الأهلي في المبرارة المقبلة شايف دور الإعلام إزاي أنا أعتقد أن الساعات اللي جاية إن شاء الله النادي الأهلي هيشوف مساندة إعلامية غير عادية من جميع الصحف بعيدا عن أي معارك أخرى أو مواقف أخرى أنا متأكد وعلى يقين أنه الإعلام حينحاز بتعصب تجاه النادي الأهلي بشكل غير عادي لفترة الجاية لأنه في النهاية الناس دي بتحس أنه النادي الأهلي يعني مص يعني فرحة مصرية مش فرحة حمراء فقط وده إن شاء الله اللي احنا بنتمنىها بإذن الله وأنا واثق في الإعلام ومصدقته الفترة اللي جاية بإذن الله شكرا لي أيضا معاه دكتور مروان صالح النقد الرياضي أكيد النهاردة يوم مهم جدا وتواجد جمهور كان شيء مهم أكيد الجمهور اللي جاية ده أكيد هيدي حماس وهيدي قوة دفعة معنوية ويحفز لعيب الأهلي وهيدي له يعني حاجة كده زي ما بيقوله قوة خارقة لأن الأهلي محتاج الدفعة دي ومحتاج الإعلامي أفورها ومحتاج كل أي حد يأفور النادي الأهلي في الماتش اللي جاي إن شاء الله يوم السبت اللي جاي مهم جدا وهو بيعتبر التسعين دقيقة التانية أو نقوله عليها الـ 45 دقيقة وشوت التاني في المباراة الأهلي البروفا أو نقوله عليها بروفا نهائية قبل الصعود للمربع الزهب إن شاء الله الأهلي طبعا إدارة الأهلي وجمهور الأهلي كلها كانت متعاونة وكانوا موجودين كلهم شوفناهم في أرض الملعب والجمهور لأول مرة ما فيش احتكاك ما فيش أي حاجة شجع الفرقة بحيوية من بداية التمرين وقال الفيهات جميلة وكنا كلنا متابعينها وقالات الأهلي كلها متابعها وبالتوفيق لنادي الأهلي وكبت حسام البادري وجهاز المعاون واللعيبة إن هي تعدى الخطوة أو الشوت اللي فاضل إن شاء الله بتحقيق الفوز في رادس واستد رادس وشه جميل على النادي الأهلي وعلى كرة المصرية إن شاء الله شكرا أيضا مهمة محمد ناخد أراء بعض الجماهير طبعا اللي ممكن تكون كنت متواجدة النهاردة في مران النادي الأهلي عايزة أخد رأيكو في المران النهاردة وأهمية تواجد الجمهور وتواجدك عشان تأذروا طبعا فريد نادي الأهلي بلمبركة طبعا الجمهور الأهلي هيدي دفع كبيرة للعيب الأهلي قبل مباراة استبد طبعا الجمهور شجع الأهلي بحرارة وشجع شريف إكرامي والجمهور النهاردة كان أكتر من رائع وهيكون لي يحفظ كبير أنه هو يحفظ الأهلي أنه يكسب البطولة إن شاء الله مش بس يعدي ماتش الترجيب بطولين إن شاء الله نحن نكسب بناك هنكسب في رادس وهنتأهل إن شاء الله وجمهور طول عمرهم يعني بيأذر الفرقة وبنكسب بهم وإن شاء الله يعني نكسب ونتأهل من رادس طبعا آخر اللقاء معايا خلاص أحد عضاء النادي الأهلي طبعا كانوا متواجدين النهاردة رؤيتك لتواجد الجمهور وأكيد كان شاء مهم النهاردة الجمهور كانوا حافز للعيبة وكانت ما شكلهم في المدرجات كان حلو جدا 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 حاجة تفرح ونتمنى طبعا يبقى موجودين في المؤمورات اللي جاية إن شاء الله النهاردة لو حضرك بسط الجماهير النهاردة كانت بتشجع كابتن حسين بدري كانت بتشجع كابتن شريف فكرامي شكل الجماهير كان حاجة تفرح شكلها مؤدب ولا جاية شغب ولا جاية لأي حاجة الجمهور النهاردة كان جاي علشان خطر حاجة واحدة بس يشجع النادي الأهلي علشان أفريقيا طبعا دي كانت بعض اللقاءات عكم مران النادي الأهلي النهاردة ألهام جدا كل التمانيات إن شاء الله للنادي الأهلي في مبرات العودة أمام فريق الترج إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر